موسيقى كل يوما يستيقظ في الخامسة صباحا ويخلد إلى النوم في الثامنة والنصف تماما وجباته محسوبة يرافقها أكثر من مئة حبة مكملا غذائي وله روتين رياضي وعلاجي يتضمن أطباء يراقبون أعضاءه الحيوية ويسجلون الأرقام يوميا هذه ليست مجرد محاولات للحفاظ على صحته الملياردير براين جونسون ذو 46 عاما ينظر لأبعد من ذلك بكثير نجح براين في الإبطاء من سرعة تقدمه في السن بمقدار 31 عاما بنظامه المسمى بلوبرينت وقدمه للناس على أنه زبدة ما توصل إليه العلماء من مطيلات الأمد رجال الأعمال من أصحاب المليارات مثل بيتر تيل وجيف بيزوس يشاركون براين الرؤية بينما يتعرض للكثير من النقد المتعلق بمسائل أخلاقية اجتماعية أو حتى فلسفية مجرد محاولات للحفاظ على حفاظ على مدينة هذا هي بروكلي وكالفلور شتاكي أو مطاكي مشروع أو مطاكي محاولات بلوبرينتر 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 يصرف براين جونسون مليوني دولار كل عام ليضع نفسه تحت تصرف العلماء اختار أن يتبع نظاما صارما يعد عليه أنفاسه ويتحكم بحركاته وسكناته والهدف مقاومة الموت حتى الآن يتوقع له العلماء أن يعيش حتى المائتي عام فما الشكل تلك الحياة؟ وهل يتحقق له ذلك فعلا؟ وهل تصبح حياة براين نموذجا لكل من تشبث بالحياة واستطاع أن يدفع الثمن؟ لصباح العربية ديماطايا لوس أنجلس اشتركوا في القناة